سجود السهو يعني السجود الذي السبب المؤدي إليه هو السهو للعمد نعم أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة نقص شك الأول زيادة الشيخ إبراهيم هدانا الله وإياه في صلاة الظهر قام إلى الخامسة تقوم أنت خلف تصلي تقوم لا تجلس التشهد تقول له سبحان الله يعني بس ما تحدد تشويش في المسجد مظاهرة في المسجد هذا في آخر المسجد سبحان الله لا هذا خلفه قال سبحان الله يكفي في المسجد النبو في المسجد الحرام يكون بعيد جدا عن الإمام لا يرى الصفوف الأولى أصلا يرد على الإمام سبحان الله يعني أنا منتبه تمام فالإمام قام للخامس أنت تجلس تقول له سبحان الله لابد متى تيقن أنه زاد يخطع يجلس مباشرة ما يصنع ولا يقول ولا كلمة نعم الثاني النقص ننظر نقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بالركن نعم يعني مثلا ترك الفاتحة نسي نسي الفاتحة ووصل إلى في الركع الثاني ووصل للتشهد الأول هذه الثانية كلها باطلة لابد يرجع للفاتح يقرأ ويكملها نعم الثالث الشك متى يسجد للسهو الأئمة عندنا في الغالب يسجد قبل السلام حتى لا يحصل إشكال مع المصلي نعم الله أكبر يسجد سبحان ربي الأعلى في كل سجود في سجود الصلاة في سجود السهو في سجود الشكر في سجود التلاوة نعم الله أكبر رب يغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر لا يتشهد هنا يسلم الشيخ إبراهيم الله أكبر بدل أن يسلم قال التحيات لله وانتبه سهى في السهو هو سهى في الصلاة هناك الآن سهى في السهو نعم ماذا عليه لا شيء يسلم